اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لحرف اليدوية بمختلف المحافظات من خدل العديد من الأنشطة مثل المعارض ومركز التدريب وغيرها لتوفير فرص العمل للشباب والسيدات تأتي محافظة التلوادي الجديد على رأس المحافظات التي تشتهر بحرف تراثية كثيرة ومتنوعة أولتها الدولة اهتماما خاصا لما تتميز به من إتقان وفنون يجب الحفاظ عليها من الاندثار للمزيد نتابع التقرير التالي باستخدام مهارتهن الذهنية واليدوية وبخامات أولية متوفرة في البيئة المحلية أو المستوردة تبدع السيدات في الواحات في صناعة السجاد اليدوي والكليم التي تحتل مكانة كبيرة في طراث محافظة الوادي اليديد هنا عندنا هنا حرفة السجاد وحرفة الكليم عندنا في مركز التدريب مدربات من الواحات هنا بيدربوا على الحرفة بنعمل الشغل الواحاتي رسومات وحاتية بنعمل تقنيات حسب الديزاين المطلوب مثلا منينا ممكن بننفذه برضو عندنا السجاد بنشتغل بالصوف الطبيعي وبنشتغل بالصوف اللي هو بنشتغل بالحرير برضو عندنا سجاد الحرير عندنا الكليم بنشتغل بأصايص القماش وبرضو بنشتغل بالصوف وحدات برضو زهرفية من الواحات بنطلع أشكال جميلة وبتنزل معارض في على مستوى ربوع مصر المحافظة تشتهر أيضا بالحرف التراثية المميزة مثل الخزف والفخار كما تشهد اهتماما كبيرا بصناعة الكليم والسجاد اليدوي للحفاظ على التراث الشعبي بالإضافة لتوفير فرص عمل للسيدات حيث إن تلك الصناعة يعتمد عليها مئات السيدات والأهالي بقرى الوادي الجديد جيت هناك اتدربت بقى لكذا سنة وبعدين دلوقتي بقينا مدربين يعني أي حد بيجي عندنا هنا في المركز بنقدر نحن ندربهم ونعلمهم ويستخدمنا في صناعة السجاد اليدوي الصوف والحريرة والقطن ونولا مصنوعا من الخشب وباستخدام تلك الخامات والأدوات تبدأ النساء في إنتاج أشكال هندسية مستوحات من الحياة الواحاتية التي تعبر عن البيئة سواء زراعية أو بدوية أو ريفية وتستغرق السجادة الواحدة نحو ثلاثة أشهر بحسب عدد العاملين لتخرج بأشكالها الجميلة المختلفة كما تتميز تلك الصناعة بقوتها ومتانتها لكونها لا تدخل فيها مواد بلاستيكية في عندنا قسمين قسم السجاد ده بنشتعله بالعودة بالصوف اللي هو الخرفان أما بالنسبة للكريم بيتقسم إلى قسمين قسمة بيتعمل بالأماش الأصائص اللي هي بالزيت من البيوت بلنا نستغل لها والقسم الثاني أننا بنشتعله بالسوف محافظة الوادي الجديد حرصت على إحياء صناعات الحراف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار عن طريق نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة لضمان بقاء هذه الحراف والاستفادة منها